اكد سعادة النائب عبدالله الدوسري أن المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه قادت إلى إبراز نماذج شبابية بحرينية ناجحة تركت أثرها البالغ في تطوير وتحقيق إنجازات الرفيعة المستوى على الصعيد المحلي والعالمي وأشار الدوسري إلى الاستراتيجيات والمساعي الحفيفة التي ينتهجها مجلس النواب بناء على توجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بشأن ضرورة الاهتمام برص البناء التشريعي الذي يخدم الشباب ويدعم تطلعاتهم جاء ذلك خلال مشاركة سعادتي في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان النواب الشباب من أجل العمل المناخي الذي عقد في مصر واستعرض الدوسري خلاله جانب من الخطط والبرامج الشبابية المعمول بها في مملكة البحرين وأكد سعادته على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في العمل على مكافحة تغير المناخ التي باتت مقلقة لجميع دول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر